طيب انت قلتني من الحاجات اللي انت مش قد تشوفها الموسم اللي جايه موضوع المؤجلات الكثيرة الحاجة التانية انا برضو يعني بناشد الادراط ايوة بناشد الادراط احنا النهاردة عندنا 18 نادي 18 نادي دول زي الانديا في اروبا كريم 18 نادي ما بيخشوش يلعبوا على المربع كلهم فيه انديا بتلعب على بطولة فيه انديا بتلعب على مركز صحية يقولك انا عايزة لعب افريق وفيه انديا بتلعب على ان انا ابقى مسلا في الستة الاوائل او السبعة الاوائل صح وفيه انديا يقولك انا عايزة ابقى في الدور المنتاز بالظل ده طموحي خلاص وفيه انديا عايزة تسوق عايزة عايزة تبيع يعني يقولك انا السنة دي عايز بنهاية الموسم ابيع تنة اربعة لعيبة بارقام صحية فاهم قصري زي صحية انا نفس الانديا تحط تارجتس مختلفة الادارات حط تارجتس مختلفة. صح. ليه؟ لان انا فيه اندية مع انترامي دي. المتيجي تتعاقد مع مدربين. انت بص تلاقيه هو عايز يخش المربع. طب انت عايز تخش المربع الاربع الاوائل. او عايز مثلا تبقى في السبع الاوائل. صح. طب تعال نشوف الورق اللي احنا جايبينه بقى الامكانيات اللعيبة للدنيا صعب. مكيات ممكن متخلاكش تعب دول الممتاز اصل. ما تلاقيهش. ما تلاقيهش لعيبة انت تعقداتك مفيش تعقدات الكاتيجوري اللي انت بتجيب فيه اللعيبة كاتيجوري محدود. صح. فيه ناس بتشتري اكتر منك. صح. فيه ناس بتدفع على اكتر منك. فبيضطر اللعيب يروح له. صح. والوكيل بتاع اللعيب بياخده وديه. نفس الوقت هو بيطالبك دايما انك تكسب. انت كمدرد بقى. فيقول لك بعدها تاربع مصرات يقول لك معلش لسا انت مش موفق والحظ مش معاك. فهنغير المدربي. مضبوط. فاللي انا عايز اقوله ايه. انت مسلا نهاردة ممكن يبقى عندك تارجت تقول لي انا عايز اعود في الدور الممتاز. بس عايز في نهاية السنة ابيع مسلا اربع خمس لعيبة. ام مم. حلم ابيعو. اما جيد مصريف اللي انا صرفتها ناسا خلال الموسم. اقول اجيب مثل خمسين في المائة من مصريف اللي انا صرفتها خلال الموسم. فانت تبدأ كمدرب بقى تطلع لعيبة صغيرة. ممشارط لعيبة صغيرة. ممكن اجيب لعيبة مثلا من الممتاز به. يتلمعو. يتطورو. تقدر تشتغل عليهم. تطور من المستواهم. تطور من المستوى البدني بتاحهم. المستوى التكتيك بتاحهم. هي. يبدأوا يتباعوا. يجيوا لهم عروض. وهكذا. مش ربط يبقوا صغيرين. ممكن يبقى عنده 25 سنة. 26 سنة. بس يتباع. بل أنا عايز أقوله إن فيه أهداف كتيرة. هل أنت عايز تلعب أفريقيا. عايز تبيع. عايز تقدم كرة كويسة. ويتقال إن إنت بتلعب كرة كويسة. والكرة كويسة دي هتجيب لك نتايج. بس طبعا لازم نصبر عليها. لازم تصبر. لأن إنت النهاردة فرقة الكرة دي عشان تعمل لها إنسجام وتعمل لها شغل. ويبدأوا اللعيبة دي تحفظ بعضها ويشتغلوا. محتاجة على الأقل على الأقل من ثلاثة لأربعة أشهر. في هم قصد إزاي؟ طبعا الحاجات دي كلها نفس الإدراط. تبقى عارفة أنا بجيب المدرب ده عشان يعمل لي كذا. المدرب ده عشان هيعمل لي كذا. المدرب ده بيعرف يعمل دي. بتوصل إنك تحط معايير وتختارها على أساسها. معايير وتختارها على أساسها. يعني مثلا إيه كابتن محمد يوسف والله لأ الديني أنا مثلا فرقة فيها تشكيلها محترمة لنفسلك على دوري أو مربع زهبي تمام؟ فيه مدرب تاني إنت جايبه عشان ده اللي بيعرف يشتغل على الإمكانيات قليلة ويعني هاب يزوء. فيه مدرب تاني بيعرف يطلع ناشيين. ده بيحصل في العالم كله. مصبوك. يعني كل مدرب ولا هم مواصفاته. بس. بتختار على هذه الأساس. بس. والمواصفات دي بتبقى ماشية تابعا لإيه؟ لاستراتيجية النادي. بالزبط يعني. لاستراتيجية النادي. أنا حطيه استراتيجية اللي يليق عليها فلان. هو الموضوع إيه؟ الموضوع إن أنا بحط آآ كريتيريا. النادي بعد ما حطت الكريتيريا دي بيبدأ ينقي الجهاز أو المدرب اللي هيمشي على على الموضوع ده. شه. هيمشي على استراتيجية دي. شه. وبالتالي بنبدأ نجيب اللعيبة على الفكر ده. يعني هي المنظومة بتتبني كلها. شه. فبنت قال لما أنا عملت الحتة دي وعملتها بتنظيم كويس. أكيد هتجيب نتائج كويس. هم. فهم أصلي زي؟ لكن. يعني. أتمنى نشوف الإدارات. ودي بتحتاج إدارات تكون. عندها فكر كروي. صح. بفهمة في الكورة. صح. فهمة يعني إيه أنا مدرب مثلا بلعب. لو بلوك مثلا. شغلي كله كله في الاندية معروف. يعني لما بتقول فلان يقولك آه ده بيلعب زون ويلعب على المرتدات. صح. وبعدين يروح يمسك فرقة مثلا بتلعب آآ بتلعب استحواز وهجوم منظم مثلا. هو ملعبش كده خالص. صح. يعني فأنا عشان أبقى إدارة بعرف أختار. أو أنا عندي لعبة كرة. عندي كمية لعبة كرة جوال فرقة. وبعدين أجيب مدرب بيلعب مانتو مان. هو بيدافع. أو بيلعب مثلا زون. ويرجع حاجات مش رجب على بعضها. صح. فأتمنى إن الإدارات في النقطة دي. إنها يكون عندها وعي. ودراية. إزاي بفهم كرة القدم. عشان لما هفهم كرة القدم هعرف نوعيات اللعيبة اللي عندي إيه. ولما هعرف نوعيات اللعيبة اللي عندي هقدر أجيب لهم الكوتش أو المدرب اللي ياخد منهم أحسن حاجة ويطلع منهم أحسن حاجة. كوسة المدربين دي تحديقة كابتن يوسف بسمع دايما جنب كلمة مدربين وكلاء اللعبين وكلاء المدربين. يقولك هم اللي متدخلين مع الإدارات وهم اللي بيختاروا المدربين. هم اللي بيجيبهم مدرب وهم اللي بيدفعوا المشايا المدرب وهم اللي بيشتغلوا. إمتى موضوع دايما أنا أي مدرب أععد معاه يقولي كلمة وكلاء اللعبين. دي هي اللي بتتحكم في كل المدربين. إشان كده. مش الناس برضو ما تستغربش. إحنا كل يوم وتايم نسمع مدرب مشي. يعني أسبوع اثنين تلاتة هوب تبدأ كل بيوء. سالة فادت أمعة وثلاثين أو ثمانية وثلاثين. أنا فاكر السالة فادت في اثنين مدربين مشي بعد ثلاث مباريات. بعد ثلاث مباريات. فدرقم أصلا خيال يعني. مستحيل. فهي بص هي مرتبطة. هي مرتبطة. مرتبطة طبعا بوكلاء لعبين. ومرتبطة بمثلث مبين يعني ترابط مبين الإدارة. الإدارة اللي يتصل بوكلاء اللعبين. اللي يتصل بالمدربين. وبالتالي الدايرة دي هي اللي بتلعب. أيها دور وكيلي لعبين إيه في أنه يقعد أو يمشي مدرب. هو ليه بيجي مدرب أو يمشي مدرب. يعني بيبعز إيه ما هو وكيلي لعبين. هو هو أولا لإعلاقته بالإدارة. بيبقى ليه وجهة نظر. المدرب ده مش موفق. المدرب ده نتائجه مش مظبوطة فنغيره. المدرب ده هيخد مني لعيبة. يعني. مثلا. بتتقال. سيبني أنا أقولها يعني لو أنت في حلقة. في مدرب مسلا يقول إيه المدرب ده لو أنا ديته تلات أربعة الأيام اللي عندي هيخدهم ويلعبهم مسلا. مش هقول إن هو يخدهم مجامل ده على فرض يعني. آآ. ففي يوكلات بيشتغلوا كده. يعني بص أنا 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 هقولك على حاجة. فضل. يعني أنا أنا مؤمن بأن الصح هو اللي بيمشي. آآ. أنا ما عنديش مشكلة إن آآ. إنت لو وكيل وجايب لي لعبك مميزة. طبعا. ولعبك كويسة أخدهم. بالعكس دور هينجحوني. اللي هو عايز يطبقه مع الفرقة دي. فبالتالي لما يجيلوا ورق كويس أو يجيلوا عناصر كويسة. بالعكس ده 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 تبقى حاجة كويسة جدا. هاي. آآ. لكن أنا بقول أنا بقول إن هي الإدارات الأساس. ليه؟ أنا النهاردة لو إدارة فهمة. فهبدأ أتعامل مع أنا هوجه الوكيل. يعني أنا هوجه الوكيل. أنا عايز مدرب يعمل كذا. طب مين ت عندك مين عندك فلان وفلان وفلان. أنا عايز لعيبة لو في لجنة التحقودات. فأنا لما هجيب لعيبة بشكل معين. يعني عايز لعيبة مثلا أقل من 26 سنة. مش عايزك تجيب لي لعيبة عنده 32 أو 33 أو 34 سنة. صح. لأ أنا عايزك تجيب لي. التحقودات بتاعتي كلها أقل من 26 سنة. آآ. باك بيهاجم. أنا عايز الناحية الهجومية بتاعته أحسن بالدفاعية. مش مشكلة عندي إنه يدفع قوي. صح. هلعب مثلا ثلاثة خمسة. صح. شوف أنا حطيت الطريقة. صح. فلما حطت الطريقة. حابة أجيب باكين مثلا باكين بيهاجموا. صح. أكتر ما يدفع ليه لأنه يبلعب بثلاثة. صح. فالتنين دول هيبقوا وينجات. صح. اسمه وينج باك. مصبوص. وهكذا. فأنت لو لو قدر لا مثلا أنت بتضرب الفرقة. آآ. فأنت على ضوء البونة بتاع طريقة اللعبة ده. وتخترت لعبة معينة. آآ. لك فيه إدراك كتير بتبقى خايفة. آآ. يعني مثلا يبقى خايف يهبط. وهو لسه في أول خمس ستة أسابيع أساسا. آآ. يقولك هتكر والجملة الشيئة يقولك إيه. يعني أنا هقول لك. الحظ مش ماشي معي آآ. آآ. الدور اللي فات ده. آآ. الدور اللي فات ده. المحلة كانت فين في أول ستة أسابيع. في الفرقة المقدمة. كانت التالت. صح. مع بابا فسلي. أسوان. آآ. كانت فين في الدولة. الله على المشهد الرأى وأسوان عابد شغل العظيم. وهيلمر الدولة. آآ. هبطت. المحلة هبطت. صح. فاللي أنا بتكلم فيه. اللي. 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 انت ممكن تبدأ. طبعا. والموضوع. الموضوع مش إن أنا أول ستة سبع أسابيع أو العشر أسابيع. وبعد كده. في أربعة وثلاثين أسبوع. صح. فاللي أنا عايز أتكلم فيه. إن لما أنا ببقى فاهم في الكورة. وعندي خبرة فيها. فمش معنى إن أنا دخل فيها جون في أول ربع ساعة. معناها أنا خسرت المباراة. لا. إن أنا ممكن الفتاة دي تفضل تمشي. وبعدين تيجي آخر ربع ساعة أو الثالث ساعة. تاخد ثلاثة جوان. مئة في المئة. نتيجة إن هي الفتنس بتاعها مش كويس. صح. نتيجة إن التغيرات بتاعيتها مش كويسة. نتيجة إن هم. آآآ. فيها أسباب كتيرة. صحيح. فمش معنى إن أنا. فأول أسابيع متصدر يبقى خلاص الدانية. لا. ففيه أندية بيحصل لها بانيك. ويحصل لها خوف. لا وبيبقى فيه زن على ودين كمان. يعني. يعني بيبقى فينا من ناحية تانية بقى تلاقي مدربين جايين. وهو مش ماشي كويس. مش ماشي معها. وفيه جملة الشهيدي دايما بسمعها من كل الإدارات يعني. ما يبيخش معيات الفنات بعد ومدربين يمشي. وهو مدرب كويس. بس الحظ مش ماشي معي فترينا بمشي بقى. يمكن الحظ ييجي مع حد تاني. مش بالحظ. يعني طبعي التوفيق إحنا كلنا محتاجينه في حياتنا. بس إنت لو شايف وفاهم إن المدرب دا ممكن يبقى كويس بعد كده. فتصبر عليه مفيش أي مشاكل. هي المحور بتاعها كله إن أنا أكون فاهم. أنا راجل فاهم في الشغلانة بتاعتك. مش فاهم في الشغلانة بتاعتك. فأنت النهار دا ما تقعد تعرف ترتب الأحداث بتاعتك. تعرف تخش الانترو بإيه. صح. أنا هقول الأخبار المهمة. الأخبار اللي هتعمل بومنج. صح. والأخبار اللي هي العادية الخفيفة. صح. هدخل الضيف بتاعي إزاي. فيهمت. هطلع فيواصل إمتى. فيهمت. فاللي هيقيم الشغل بتاعي هو الراجل اللي فاهم الشغل بتاعي. فنفسك إنت كمدرب. فأنت عايز اللي هيقيم الشغل بتاعي يكون فاهم كورة. عشان. مصبوح. نتواصل. نتواصل. الانتروات بره في الاندية. أنا بكلمك على الاندية مش بريمير ليج في انجلترا. أنا بكلمك على أوروبا. حتى مستوى ثالث في أوروبا. صح صح. يعني خش على المستوى الثالث. السيستم واحد. أنا النهاردة مجموعة رجال أعمال عاملين نادي. وبصرفوا على نادي ومسكين. بس بيجيبوا كوميتي. بيجيبوا لجنة. صح. من الناس بتفهم في الكورة. صح. مدربين سابقين سواء لعبين سابقين سواء. اللي حم نسميها عندنا لجنة الكورة. لجنة الكورة. ويبدأ يدير. لأن أنا ممكن أنا أكون راجل أعمال مشاريعي ومصانعي وشغلي كله. في حاجات تانية خالص. ممكن ما يكونش لها في الكورة أصلا. بس كده. موفراجش عليها كمان. بس كده. بس ناغل مشروعة ده ده مشروعة. بس مشروعة. أنا عايزة. يعني أنا أقول لك حاجة. فضل. على سبيل المثال. طلبين من المدرب يبيعوا على الأقل خمس لعيبة. مهم. باعوا ثلاث لعيبة لأنديك كبيرة جلتة سراي وباشكتاش وفنربادشا. مهم. باعوا أول سنة ثلاث لعيبة. من عندنا من الفرقة كانوا طلبين من المدرب يعني. بكام. سبعة وعشرين مليون دولار. وقتها ده من زمان أول. ده بتتكلم في ألفين في تسعة وتسعين. آه. رقم ضخمة يعني. أرقم ضخمة. طبعا. اللي بـ 13 واللي بتسعة واللي مش يعرف بـ 8. يعني باعوا بـ 27 مليون. 27 مليون دولار. مهم. وده يعتبر ثلاث لعيبة الفرقة ده يعتبر كواس جدا. طبعا. بقوم للثلاث فرقة الكبيرة. مهم. فده هدف المدرب جد دوله. مهم. يعني خدنا خامس تقريباً ثلاث سنتها أو سادس حاجة كده في الدوري. بايع ثلاث لعيبة مطور المشتويهم ومقدم لهم ثلاث عيبة. فانا كده اوصلت الهدف بتاع انا مش داخل كسب بطولة انا مش داخل كسب بطولة اه الراجل دفع اثناشر ولا خمستاشر خدهم سبعة وعشرين فانا كده تمام كسبان هجيبها هجيب لعيبة تاني وهكذا فاحنا بنحط اهداف منها اهداف اقتصادية ومنها اهداف فنية ومنها حاجات كتيرة وفضل في الدور الممتاز يعني انا انا بديك مثال في تركيا فما بقى 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 اسبانيا ولا المانيا ولا انجلترا ولا ايطاليا ولا 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 ولا